أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتصل هاتفيا بنظره الفرنسي إمانويل ماكرون لتهنئته بفوزه بولاية ثانية وأعيد انتخاب ماكرون الوسطي الليبرالي رئيسا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات إثر فوزه على منافسته مارين لوبين التي حققت من جانبها أعلى نتيجة لمرشح يميني في انتخابات رئاسية منذ سنوات وقبلت نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية بارتياح واسع في الولايات المتحدة وأوروبا بعد هزيمة مرشحة اليمين المعروفة بصداقتها مع الرئيس الروسي وانتقادها الدائم لوقاء فرنسا ضمن تكتل الاتحاد الأوروبي فكيف تقرأ واشنطن نتائج الانتخابات الفرنسية وفوز ماكرون بولاية ثانية وما طبيعة علاقات فرنسا مع الحلفاء ومنها الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية ومنعكسات هذه الانتخابات على قضايا دولية كالحرب الروسية على أوكرانيا والعلاقات مع بوتن ومستقبل الوحدة الأوروبية يواجه إمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيسا لفرنسا في اقتراع تاريخي انقسامات سياسية كتلك التي كانت موجودة عندما انتخب للمرة الأولى عام 2017 فاز ماكرون بالانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 58% من الأصوات مقابل حوالي 42% من الأصوات للمرشحة مارين لوبين وتأتي إعادة انتخاب ماكرون بعد ولاية أولى امتدت على مدى خمس سنوات وشهدت أزمات من تظاهرات مناهضة للسلطة لحركة السترات الصفراء وصولا إلى وباء كورونا وتمثل إعادة انتخابه بالنسبة إلى البلاد الاستمرارية في توجهاته الكبرى الاقتصادية والأوروبية والدولية أما منافسته مارين لوبين فقد حققت إنجازا تاريخيا باكتسابها ثمان نقاط وجعلها اليمين يتخطى للمرة الأولى عتبت الأربعين بالمئة من الأصوات في الانتخابات وفي أول خطاب ألقاه بعد انتصاره في باريس من أمام برج إيفل وعد ماكرون بتجديد أسلوبه لقيادة فرنسا مؤكدا أنه سيكون رئيسا للجميع أما في الخارج تعتبر إعادة انتخاب ماكرون مصدر ارتياح لشركاء باريس حيث هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلين هنأته أو هنأت ماكرون على تويتر مبدية ارتياحها إلى التمكن من مواصلة التعاون بين فرنسا وأوروبا ومن جانبه أيضا هنأ الرئيس الأوكراني فلودي ميرزالينسكي ماكرون وأكد أنه مقتنع بأن البلدين يتقدمان معا نحو انتصارات مشتركة جديدة ونحو أوروبا قوية وموحدة وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر تويتر أنه يتطلع إلى استمرار التعاون مع باريس بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغيير المناخ كما هنأ الرئيسان الصيني والروسي ماكرون بإعادة انتخابه رغم التوترات السائدة بين هذه البلدان في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا الرئيس الصيني تمنى مواصلة العمل مع ماكرون للدفاع عن مبادئ الاستقلال والتفاهم والمنافع المتبادلة حسب تعبيره فيما بارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمكرون الفوز وتمنى له النجاح هذا وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الرئيس الأمريكي في محادثات هاتفية حيث هنأ الرئيس جو بايدن بإعادة انتخابه واتفقا على إجراء مباحثات أطول قريبا والتطرق خلال هذه المكالمة إلى الحرب في أوكرانيا خصوصا وأورد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شدد على العلاقات الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا والتي وصفها بالحليف الأقدم والقائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والصلاة الاقتصادية والتعاون على صعيد الأمن ونقل البيان عن بايدن استعداده لمواصلة العمل في شكل وثيق مع الرئيس ماكرون في شأن الأولويات العالمية المشتركة وللمزيد حول الموقف الأمريكي من الانتخابات الفرنسية ينضم إلينا من مدينة نورث كارولينا الأمريكية روبرت بيرسون السفير السابق وزميل في مشروع إعادة التفكير بالدبلوماسية في جامعة ديوك أهلا بك معنا إذن كما ذكرنا قبلك قليل يبدو بأن هناك ارتياح كبير سواء كان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية وحتى الشرق الأوسط بفوز إمانويل ماكرون بولاية ثانية لو تفسد لنا أكثر هذا الارتياح بالموقف الأمريكي نعم أعتقد أن نسبة التصويت كانت عالية جدا وأعتقد أنه كان هناك رفض واضح لفلسفة ماغين لوبان وأيضا كان هذا تراجع في المشاعر الشعبية كما حدث مع المجر وأماكن أخرى يبدو أنها تتحرك إلى الأمام إذن كان هناك إيقاف لزخم اليمين في أوروبا ولهذا السبب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء أوروبا كانوا سعداء بانتصار ماكرون ولكن بالنسبة لليوم الفوز كان انتصارا واضحا وعلى ماكرون أن يضع عينيه على الجمعية الوطنية والانتخابات التشريعية في يونيو نتحدث عن ولاية ثانية من خمس سنوات برأيك طبيعة العلاقات الفرنسية الأمريكية ستتغير ستتبدل وكيف سيكون شكلها برأيك؟ أعتقد أن الرئيس ماكرون أوضح وقد فعل هذا في 2017 هو يريد من فرنسا أن تكون أكثر قوة في أوروبا ويريد البنية الأمنية الأوروبية أن تكمل الإخلاص الأمريكي للناتو أو على الأقل أن يعطي أوروبا صوت أقوى في القضايا الأمنية وبكل صراحة الرسالة لم يتم تلقيها بشكل جيد في أوروبا الدول الأوروبية لا يبدو أنها تريد من فرنسا أن تكون القائدة الأمنية لأوروبا بعيدا عن الولايات المتحدة أنا متأكد أنه سيعمل على هذا العنوان ويؤكد على استقلالية فرنسا وأوروبا الأكثر قوة هذا لا يزال على الطاولة ولا أتوقع منه أن ينحرف عن هذه المبادئ أيضا موقفه قوي بالنسبة لأوكرانيا وهو مستعد لتعزيز المعارضة للغزو الروسي لأوكرانيا وأيضا تزويد أسلحة فرنسية للأوكرانيين وكل هذه الأشياء تسير في الاتجاه الصحيح والأمريكيون بالتأكيد يرحبون بذلك بالحديث عن الحرب الروسية على أوكرانيا سيد روبرت نحن نعلم بأن الرئيس الفرنسي إبنوين ماكرون لعله من الرؤساء الأوروبيين الذي ما زال على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الدبلوماسية والسياسة هل من الممكن أن ينجح الآن إبنوين ماكرون ربما في تحقيق تقدم سياسي دبلوماسي فيما يخص تهدئة هذه الحرب لا وبكلمة واحدة لا يستطيع ذلك من ناحية أخرى ما يفعله هو الحفاظ على الباب مفتوحا وعندما بوتين أرسل رسالة التهنئة إلى ماكرون أكد على كلمة استقلال هو يحاول المناورة مع السيد ماكرون ويدخله في موقف تكون فيه اختلافات بين فرنسا والولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا أو الناتو السيد بوتين من الواضح لا يعتمد على الرئيس ماكرون للمساعدة في حل مشاكله أيضا لا يوجد جانب سلبي لوجود رئيس فرنسي يؤكد على إبقاء الباب مفتوحا أمام النقاش وأيضا منظومة أوروبية قوية مع الولايات المتحدة وفي هذا الإطار برأيك سيد روبرت أين تلتق المصالح الفرنسية الأمريكية وأين تتقاطع؟ أعتقد أنه في البداية السيد ماكرون أكد كثيرا على العودة إلى ما يسمى باتفاقية منسك والتي تمنح روسيا حكم ذاتي في المقاطعتين الشرقيتين في أوكرانيا والتي كان يمكن أن تستخدم من جانب روسيا لتقويض الحكومة الوطنية في أوكرانيا لم أسمعه يتحدث عن ذلك مؤخرا ولكن هذا هو الموضوع الذي يقلق الولايات المتحدة وأعتقد حاليا النظرة الأمريكية هي عمل كل شيء ممكن لجعل الأوكرانيين ينجحون في دفاعاتهم وفي بقاء أوكرانيا مستقلة ديمقراطية وحرة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتحالفات وأي دولة أو أي أخوة من الدول تفضل أن تكون جزءا منها خطاب النصر الذي ألقاه إمانويل ماكرون يوم أمس تحدث فيه عن مشروع لمستقبل فرنسا ومستقبل الوحدة الأوروبية في هذه المرحلة وفي ضوء وجود العديد من الملفات الحساسة تشارك فيها فرنسا هل يعتبر وجود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون صمام أمان على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة أعتقد أن الأوروبيين لديهم رؤيتهم تجاه الولايات المتحدة وهم دائما قلقون من أن أمريكا قد تقطع شوطا أبعد مما هو متوقع ولكنهم سعداء أن أمريكا دائما موجودة كان هناك توتر خلاق وكان هذا جزءا من العلاقة مع الناتو منذ عام 49 الجديد على الطاولة هو أن أمريكا تحترم دور الرئيس ماكرون وتحترم موقفه تجاه موقف أوروبا أو دور أوروبا في أدور فرنسا في أوروبا وليست قلقة كثيرا أن مكهو قد يحاول تقويض الناتو في الواقع أحد وعوده الانتخابية كانت التأكيد على أمن أوروبا ومكهو أيضا فاز على مغين لوبين حول هذه النقطة من مدينة نورث كارولاينا الأمريكية روبرت بيرسونة السفير السابق وزميل في مشروع إعادة التفكير بالدبلوماسية في جامعة ديوك شكرا جزيلا لك